مباراة ماتش مش يكون سهل جدا طبعا مباراة تتأهل النهائي ومباراة النوك اوت احنا عارفين بتحتاج كل الجدية وكل التركيز بتحتاج مجود كبير جدا من الجهاز الفني من اللاعبين انصاف الفرص الحقيقة بتحل هذه المباريات كل فريب يقابل النادي الاهلي بيكون هي بطولة بيقابل النادي الاهلي كبطولة وسلام كمان لو بتلعب في بطول التكاس فده بيكون امر مهم جدا النادي الاهلي كمان يعني داخل في معركة مباريات سفريات طويلة جدا بطولات كثيرة جدا قرية ومنها كمان ايضا كمان كأس العالم الاندية واكدنا اكتر من مرة ان هو موسم مضغوط جدا جدا على اللاعب النادي الاهلي وعلى منتخبنا الوطني لان يمكن كمان لفترة اللي جاية منتخب مصر عنده معسكر في الامارات عندنا مواجهتين طبعا وديتين زنبيا والجزائر بعدها ايضا كمان هيكون في مباريتين في تصفية كأس العالم في شهر نوفمبر مع جيبوتي وسيرليون طبعا هي كأس الامم في مطلع العام الجديد مع الكوتيفوار يعني موسم الحقيقة مضغوط بشكل كبير جدا مع لعيب النادي الاهلي ويمكن كمان اللاعبة الدولية هي يعني اللي هتبقى اللوت كله عليها كمان ويمكن في النقطة دينا هوندي يعني اعتقد محادز ذكر هذا الامر لعيب المنتخب طبعا بالنسبة للنادي الاهلي احنا عارفين خلاص في معسكر الامارات لكن الحقيقة علي معلول تحديدا هي سفر اليابان عنده مباراة في اليابان عودته فيها مشكلة في الساعة البيولوجية ايضا كمان ان هو يقدر يأقلم نفسه في عدد سفر اعتقد ان هي الاطول في تاريخ علي معلول ان هو يطلع من اليابان الى سيمبل تنزاني امر صعب جدا نحتاج تاهل نفسي طبعا صحيح